أهم ما جاء من الأخبار لصحيفة بلد أمزونتك الأسبوعية الألمانية لهذا اليوم طيب توقعتكم عزيزي المشاهدين إنما كنتم معكم بشار من قناة الحالة مختلف محاورة على اليوتيوب All Specs of Life على التكتوب نقرأ في مقدمة صحيفة بلد أمزونتك الألمانية لهذا الأسبوع البروفيسور هين يطالب بإلزامية التلقيح لكوادر التمريض المدرسين وسواق التكسي بروفيسور هين يقول إن الصحة أهم بكثير من حماية البيانات البروفيسور هين البالغ من العمر 60 سنة يطالب بإلزامية اللقاح على كوادر ومجموعات خاصة من الأعمال وهي التي ذكرناها وهنا تذكر بالتفاصيل الممرضين والذين يعتنون بكبار السن الذين يعتنون بالأطفال والرياض الأطفال سواق التكسي والمدرسين أو المؤلمين ويعلّل ذلك البروفيسور هين لأن السبب الرئيسي هو الالتصاق المباشر هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن مع الناس وهذا ما قد يعرض حياة الناس للخطر إذا كانوا غير ملقحين ويذكر إنه لا يوجد أمر سياسي بإلزامية التلقيح صحيح إنه لا يوجد قانون صريح يأمر بإلزامية اللقاح لكن وكما نعلم جميعنا يا عزائي إنهم يلزمونك أن تلقح بشكل أو بآخر فعندما تذهب إلى المطعم على سبيل المثال أنت ملزم بإبراز هوية اللقاح كذلك هو الأمر بالنسبة للفنادر وإذا كنت تود السفر أنت مجبر أن تبرز هوية اللقاح وإلا لا يحق لك ذلك ذلك هو الحال في الكثير من مجالات الحياة عزائي لكن أنا شخصيا أنصح بعدم اللقاح فأنا أرى أن خطورة كورونا لا تعادل 10% من خطورة اللقاح فكثيرين من الباحثين والدارسين ومتخصصين في مجال الطب يذكرون أن اللقاح كورونا مخاطر وأعراض جانبية كثيرة لم تكتشف لحد الآن أما عن نفسي أنا شخصيا فقد أصبت في فيروس كورونا لكن لم تكن كورونا بذلك الأمر الصعب المبالغ فيه في مختلف وسائط الإعلام فأعراضها مشابهة للإنفلوانزا تصيبك أسبوع كامل وبعد ذلك تشعر بذهاب حاسة الطعم والشم تبقى لفترة معينة إلى أن تعود لك حاسة الذوق والشم هذا هو كل ما في الموضوع ربما هناك خطورة لفيروس كورونا بالنسبة لكبار السن والذين يعانون من أمراض ضيق التنفس وما شابه لكن إن كنت شابا لا تفكر بذلك مطلقا ففيروس الكورونا لن يؤثر عليك إطلاقا أتمنى أن تشاركوني برأيكم ومعلوماتكم حول الفيروس وحول اللقاح وأنا شاكر جدا لجميع المتعاونين في هذا الموضوع من أجل نشط الثقافة الصحية والتوعية كي لا يقع أحد ضحية إعلام كاذب وبروبوغاندا منبالغ فيها تحياتي ومحبتي كان معكم بشار من قناة الحاد مختلف محورات مع بشار على اليوتيوب على الديك توك بشار بيرو باللغة العربية على الفيسبوك لا تنسوا أن تشتركوا معي في مواقع التواصل الاجتماعي هذه أراكم في فيديو القادم